بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناة نادلالي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس النهاردة وكالعادة عندنا ملفات مهمة وكتيرة جدا عندي كمان الحقيقة ببعض النقاط اللي عايز اوضحها لجماهير النادي الاهلي علشان يمكن احنا هنا في البيت الكبير بنحاول او بنرصد على قد ما بنقدر طبعا كل كبيرة وصغيرة بنعرضها او بنحاول نعرضها للمشاهدين الحقيقة حابدأ باول حاجة ويمكن انا اتكلمت فيها مبارح مع حضراتكم ولكن لم تكن باستفادة صفحات كتيرة جدا مهم جدا الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا 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 لانه انا بقالنا حوالي اربع خمس ايام بنرصد بعض الصفحات بعض الصفحات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا على الفيسبوك وبتدعي انها صفحات منتمية للنادي الاهلي وبيخشها ناس كتير خدوا بال حضراتكم بتدعي انها منتمية للنادي الاهلي وبتدور على مصالح النادي الاهلي لكن في الحقيقة هي سم قاتل ايوة سم وقاتل هذه الصفحات هدفها الوحيد او من وجهة نظرنا هدفها الوحيد وهدفها الاساسي والرئيسي اللي خرجت من اجله واحنا جبنا الصفحات دي طالعة منين ومين اللي عاملها هو ضرب النادي الاهلي وإفشاء الفتن داخل جدران النادي الاهلي بالتحديد ضرب استقرار فريق كرة القدم وطبعا حضراتكم عارفين الباقي لصالح البعض الاخر بعد ما لا يشجع النادي الاهلي خدوا بالحضراتكم دلوقتي في لعبة قدرة بتتعمل على الفريق وعايزين يستغلوا جماهير النادي الاهلي ولكن جماهير النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله هي جماهير وعية بس هو بيحاول في ظل يعني ربنا ما وفقناش في المباراة الاخيرة امام في كاس مصر وبالتالي البعض بيحاول يرمي في النص مثل هذه الامور علشان يهاجم الفريق ومسؤولي النادي بيهاجم لاعب الفريق وانا حكيت لحضراتكم جزء صغير من اللي حصل فتلاقي ايه يحط لك يقولك الشناوي ده اعظم لاعب او اعظم حارس مرمة يجي مثلا على اسم اي حد تاني من اللاعبين ويقولك عليه ايه ايوة بس هو متهور مثلا بيشوت الكرة من تحت لازم نشده لازم نشتمه لازم ننتقده لازم يمشي نشوف غيره كفاية عليه كده كفاية على مين كل ما يحدث في هذه الصفحات انا مش قادر احطها لحضراتكم لانها لو حطتها بقى انا بشيرها ولكن هي صفحات واضحة باسماء صفحات النادي الاهلي او صفحات تنتمي تنتمي او اعتقد ان هي بتنتمي لجمهور النادي الاهلي وهي صفحات كبيرة جدا جدا والاعداد فيها كبيرة جدا الصفحات التانية حتى كاتبين الاسم بالعربي لانه لازم تاخدوا بال حضراتكم لانه محدش هيعرف يجيب الاسم الاصلي لانه بقى ملكية فكرية فمحدش هيعرف يجيب الاسم الاصلي زيه فهيعمله بالعربي يعمله باسم تاني ولكن حب جماهين النادي الاهلي الشديد اي حاجة فيها اهلي بيعمل لايف ويخش ويشوف بس انا بحاول اورع طبعا بعد كده بيفهموا ان الكلام اللي بيتحط على الصفحة ده كلام ضد النادي الاهلي وضد ادارة النادي الاهلي خد بال حضرتك هنا دول بعد من لا يشجع النادي الاهلي بيعمل هذا الامر وانا عندي دليل واثبات لهذا الامر صفحة من هذه الصفحات انا عارف هي بتاعت مين او مين اللي بيمولها فهم بعد من لا يشجع النادي الاهلي مرهمش علاقة بجمهور الاهلي خالص خلي بقى لحضراتكم من الكلام اللي انا بقوله عشان ما حدش يطلع يقول لي انت جمهور لا انا باتكلمش على جمهور الاهلي انا بتكلم ان الناس اللي بعد من لا يشجع الاهلي في ظل الظروف اللي بيمر بها الفريق من اجهاد واصابات كثيرة ومدير فني جديد والادارة وان الادارة واقفة مع الفرقة وكل حاجة عايزين يجوا في النص كده ويعملوا فرقة دلوقتي ليه عشر ماتشاط ان شاء الله ربنا يكرمنا في العشر ماتشاط القادمة العشر ماتشاط القادمة تلاتين نقطة ربنا يكرمنا بيهم بعد كده لكل حدث حديث بس خدوا بال حضراتكم من هذه الامور تلاقي ايه كلمتين حلوين على حد في مجلس الادارة وحد تاني يقول لك اصل ده بيخبط في سيد عبد الحفيز وده بيعمل في فلان وده بيخلي في فلان خلي بال حضراتكم من هذه الامور كلام هو باين اللي كاتب ده مش اهلاوي واضح يعني فكل جمهور النادي الاهلي انا لساعد بقرأ التعليقات في هذه الصفحات بشوف ان الجمهور الاهلي الواعي الحقيقة بيعمل بيخش يقول لهم انت هجاز ولا انت كذا 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 بس في ناس موجودة الحقيقة فانا بس بحب ان انا احذر من مثل هذه الصفحات وان احنا ننصاق وراها في اللي بيحصل انا عارف ان انتوا اكيد زعلانين من النتائج وعلى فكرة انا مش مختلف مع حضراتكم في هذا الامر زعلوا لان النتائج سلبية في الفترة الاخيرة ولكن احنا ثقافتنا ثقافة واحدة وهي ثقافة الفوز والانتصارات فقط عارف ان جمهور النادي الاهلي كما هو المعتاد يعني لا تقبل الا بالفوز والانتصارات وان حضراتكم عايزين اللاعبين يبقوا متواجدين في كل الالعاب بالمناسبة والنهاردة برضو في الاخبار هقول لحضراتكم ايه اللي حصل في النادي والتواجد المستمر دائما على منصات التتويق في كل الالعاب ولكن احضروا هناك من يسعى لاستخدام جماهير النادي الاهلي المخلصة والوفية في الوقيعة بينكم وبين كل ما ينتمي للنادي الاهلي صفحات غريبة بتظهر للنور معروف مين اللي وراها ومين اللي بيحركها ولكن زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة الحمد لله الحمد لله عندنا ناس محترمة بتحب النادي الاهلي من قلبها وبتحب النادي الاهلي باخلاص وضمير فاقل من عشرين ساعة بس ظهرت صفحتين صفحتين تحت اسم النادي الاهلي مش معنى دلوقتي بيحصل هذه الامور شيء واحد بس استقرار هدم استقرار مش الفريق فقط النادي الاهلي لان النادي الاهلي في عز الازمات اللي حضراتكم شايفينها وفي عز الامور اللي حضراتكم شايفينها دي النادي الاهلي مسك نفسه والنادي الاهلي الناس بتخاف منه برضه بسلوه محمر عشان الله احمر بيخوف مهما تقولي اتغلبنا لقد حاجة حصلت بتاع ما عنديش مشكلة لكن الناس بتخاف من النادي الاهلي وبتخاف من اسم النادي الاهلي صدقوني انا كنت بشوف ده في عينين العيبة اللي قدامي حتى ولو الفرقة محتزة في النتائج الاهلي حيقوم في ثانية ان شاء الله هم عارفين ده كويس عشان كده نفسهم يمنعوا هذه الامور في 20 ساعة او في 24 ساعة والله اقل من 24 ساعة الصفحتين دول بيهجموا بيديك المتين حلوين وبعدين تاك 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 في حاجات يعني مش عايز اقول لحضراتكم ايه الموضوع يعني عشان كده مطلوب مواجهة هذا السرطان سرطان صفحات المزورة باسم النادي الاهلي على سوشال ميديا وخطره على النادي الاهلي دايما انا لما اجا استعين استعين بمين بجمهور الاهلي لانه مش هقدر استعين بحد تاني غير جمهور الاهلي فقط جمهور الاهلي فقط هو الجمهور الواعي والعارف عارف هو بيعمل ليه كويس جدا المواجهة دي حضراتكم هتكونوا رجالها وابطالها ونجمها كالعادة يعني ابطال هي ملحمة خلي بالحضرتك لانه في عشرين ساعة صفحتين ده معناه ان التمويل كتير والصفحتين جابوا امتين الف بالمناسبة ويمكن اقل او اكتر شوية لكن كلهم فيك لغاية دلوقتي لكن في بعض من جمهور النادي الاهلي بيروح لهذه الصفحات وبيقرأ الأخبار اللي عليها خدوا بالكم دعمنا للفريق ودعمنا لمجلس الإدارة ودعمنا لللاعبين حيفضل مستمر مش حشان حاجة بجمهور النادي الاهلي فقط لغير الحمد لله ربنا كرمنا في الجولة اللي فاتت كسبنا الجونة هتقول لي اداء هقولك ماشي لانه طبيعي جدا لما تبقى خسران بطولة وعليك هذا الكم الكبير من الانتقادات اللي كانت موجودة ويستحقها اللاعبين في ذلك الوقت كنت لازم تظهر بهذا الشكل ولكن الحمد لله ربنا كرمنا بهذا فين وفي الوقت ده الفوز ببقى أهم بكرة ان شاء الله عندنا مباراة مهمة أمام المقص ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبها ونحسنها لصالحنا ونحافظ على حالة الاستقرار الفني اللي موجودة لان هي دي الحالة لسوارش المدير الفني اللي النادي الاهلي محتاجها عشان يشتغل كويس مع الفريق كمان اللاعبها أنا آسف أنا عارف ان فيه ناس بتزعل من الكلام اللي أنا بقول ده بتقول ان أنا بطبل اللاعبين أو بطبل للإدارة وبطبل أو فيه لكن ده مش حقيقة يا جماعة والله اللعيبة تحتاج اللعيبة تحتاج الدعم في مثل هذه الظروف خليكوا في دهرهم وحتشوفوا خليكوا في دهرهم وحنشوف اللي حيحصل ايه هذه الصفحات مرة تانية هذه الصفحات لا تمثل جماهير النادي الاهلي وليست لسان حل الجماهير لأنها عكس مبدأ جماهير النادي الاهلي اللي هو ايه المبدأ من 1907 وحتى الآن جماهير النادي الاهلي على الحلوة والمر معاه كمان حضراتكم اللي قلته في الشدة أنا برضو ظهره أنا ليه دايما درع الأمان وانا بقول لكم الوقت دلوقتي هو وقت ان انت تكون ظهر الفريق ودرع الأمان والاطمئنان لللاعبين والله بقول لكم الكلام ده من قلبي والله من قلبي محاولات الوقيعة للنادي كله واللي بيحصل في النادي ده لن ينظر لها احد طول ما جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر لعبته وجهازه الفني ومن قبلهم الإدارة ولا يفرق معنا حاجة ولا يفرق معنا حاجة صدقوني كل الأخطاء مجلس إدارة النادي الاهلي كل الأخطاء اللي موجودة في كل الفرع بالمناسبة وديكوا شفتوا التدعمات اللي بتحصل في السلة والتدعمات اللي بتحصل في الهندبول والتدعمات اللي بتحصل في الطائرة طب هو بيدعم السلة ليه وهو واخد خمس بطولات اشتسامنا اللي فاتت مثلا يعني ولكن النادي الاهلي دايما يظل في القمة نادي الأهلي عايز دايما يبقى في القمة زي ما أنا سمعت كابتن أسامة حسني في الحلقة قبلية على طول بيتكلم بيقول إيه هو مين اللي بيدفع درايبه هو فيه تلاقي دايما أندية ما بتدفعش الدرايب بتاعتها ما بتدفعش الكهرباء بتاعتها بتدفعش الماء بتاعتها هل فيه فلوس متأخرة على نادي الأهلي لأي حد أبدا أبدا عمرها ما تحصل نادي الأهلي دائما دائما أول حاجة بيعملها وده إحنا ساعات بنشوفه في وجودنا في النادي يعني الأول حاجة بتتعمل طلع بعيدا عن المرتبات طبعا لأن دي أول حاجة بتطلع لكن طلع شوف الحق الدولة إيه الدرايب ادفع درايبة الكهرباء ادفع الكهرباء ادفع كل حاجة أنا بس عايز أقول لحضراتكم هو مش رقم ولكن تخيل اتحاد كرة القدم بيصرف منين من الرعاة ومن الكلام ده كله تمام زي الفل بس عايز أقول لحضراتكم إن اتحاد كرة القدم النادي الأهلي اللي بيصرف عليه يا عم بطل بقى إسلام قعد ما تقولش تقعد تقول الكلام ده إن شاء الله يوم البكرة يوم الحد لو ما طلعناش بكرة لأنه بكرة مطش الأهلي والمقصة يوم الحد إن شاء الله هجيب لحضراتكم الرقم اللي بيدفعوا النادي الأهلي تقريباً أنا هجيب حاجة تقريبية وليست بالزبط علشان ما تبقاش لكن لأن النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية في مصر هو النادي الأهلي وبالتالي بيدفع فلوس كتيرة لللاعبين علشان لللاعبين في اتحاد كرة القدم علشان توثيق اللاعبين في اتحاد كرة القدم فالفلوس دي بتخيل إن الفلوس دي النادي الأهلي عمره متأخر عليك نيه عمره متأخر عليك نيه فأي حد عارف حقوق الدولة فين ابعت هنا وابعت هنا وابعت هنا فيا جماعة الموضوع أكبر من إن إحنا نتكلم عن إن حد يوقع كرة القدم لا 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 خالص أو حد عايز يهد استقرار مش هتعرف طول ما جمهور النادي الأهلي في ظهره ووراء حد بعيتلي دلوقتي على الواتساب وانا ببص حد بعيتلي أسماء يعني من ضمن الأسماء اللي بتعمل الحاجات دي ماشي قد تكون ما عرفش قد تكون صحيحة وقد تكون خطيئة لكن في أسماء بتمول صفحات لهدم استقرار النادي الأهلي مش هقول إيه هي الأسماء دلوقتي يعني لغاية لما أتأكد بنسبة 100% أتأكد بنسبة 100% ولو تأكدت بنسبة 100% هطلع أقول على الهواء مباشرة يعني طبعا مش هطلع أقول الكلام كده مرسل إن هشام حيسب مثلا الإعداد معنا هنا هو لا طبعا ما مفعش نقول الكلام ده ولكن بنطلع نتكلم بالمستندات والوثائق وكل شيء في النهاية هي رسالة ورجاء لجمهور أو لجماهير النادي الأهلي العظيمة الفريق والنادي في أشد الاحتياج ليكم مش عايزين منكم غير الدعم كالعادة كالعادة الدعم الكامل لكل منظومة النادي الأهلي ولكل قرارات النادي الأهلي بالمناسبة بلاش يكون فيه يعني حسابات مستعجلة خلوا الحساب دايما يكون في النهاية لازم تعرفوا كويس جدا استقرار النادي الأهلي بيمثل رعب وفزع في قلوب الكتير جدا من الناس بلاش تنساقوا خلف قلة مندسة وانا هنا بكشف لحضراتكم الحقيقة علشان تعرفوا الحرب جاية منين على النادي الأهلي منبارح زي ما قلت لحضراتكم صفحات اتعملت واشترت متابعين بالفلوس علشان يوصلوا في أقل من ساعتين إلى 150 ألف والنهاردة من كم ساعة صفحة تانية أكتر من 250 ألف خدوا بالكم يا جماهير الأهلي مرحلة اللي جاية عايزة منكم وعي غير مسبوق إن اللي بيحصل مع النادي الأهلي من البعض اللي حوالينا في الأندية الأخرى غير مسبوق الملف التاني الحقيقة اللي عايزة أتكلم عليه هو استكمال اللي قلت دلوقتي الحقيقة بس بشكل تاني دائما بتجد أن هناك تعمد لتضخيم أذمات النادي الأهلي وتناول الأخبار المغروطة والغير صحيحة على النادي الأهلي كل اللي بيحصل ده الأهلي حصل زي أضعاف مع أندية أخرى الحقيقة يعني ما بنشوفش الأندية الأخرى عندنا 17 نادي تاني في الدوري بيلعبه غير النادي الأهلي لم نشاهد التضخيم ده لبقية الأندية خدوا بالحضراتكم الحمد لله الحمد لله أقل فريق فقط بطولات هو النادي الأهلي من إمتى الكلام ده عام إسلام منذ أنا عرفت مصر كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي وده معناه أن كل الأندية معظم الوقت بتخسر بطولات ورغم ذلك لم نشاهد تضخيم ولا لكل هذه الأزمات بس في أحيان أخرى بتحاول دائما الوسائل الأعلام المختلفة بتحاولها تدعم وتوفر كل صوب الاستقرار لكل الأندية عشان تقوم بسرعة تاني عشان تقوم بسرعة عشان تسمع بقى ساعتها الراديو وقالك إيه نحن عايزين الفرقة كلها تبقى قوية يا رب دايما في كل الفرقة تبقى قوية كرة المصرية الحقيقة خلال هذه الفترة دائما ما تتطور والحقيقة يعني أنه التطور اللي بيحصل في كرة القدم المصرية صدقوني دايما الأهلي هو الأول هو اللي بيأخد الناس في ظهره وبيجري في كل حاجة في كل حاجة كان المشكلة هو أن الفترة الحالية لا تحتمل النظر إلى أخبار مغلوطة أو اجتهادات صحفية أو إعلامية بكل تأكيد بتؤثر سلبيا على أداء اللاعبين خلال المباريات هو حضراتكم متخيلين أن الدوري بيضم 18 نادي معظم وسائل الإعلام مش بتركز غير على النادي الأهلي فقط وكأن النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيلعب لوحده مع بقية الأندية فيه أندية تانية وجماهيرية وباتنية فسوة بتعمل كل حاجة المحل نادي كبير ونادي جماهيري للتحاد السكندري نادي كبير ونادي جماهيري الإسماعيلي بالزمالك بقية الأندية فيه أندية جماهيرية كتيرة جدا ناخد الأندية الجماهيرة دي ونتكلم عنها شوي ابعيدوا عنكم شوي عن النادي الأهلي أنا مش يعني الموضوع بالنسبة لنا يعني واضح جدا وصريح واعتقد أن هذا الأمر لا يليق بمبادئ الإعلام واللي بيحصل الحقيقة خلال هذه الفترة وماعتقدش برضه أن حد ممكن يختلف معايا في هذه الأمور عايز أقول حاجة قبل ما اختم كلامي عن هذا الملف النادي الأهلي المصري هو زيه زي بقية أندية الدوري الممتاز بيتم التعامل في بعض الأوقات أنه هو زي ما شفنا أنه من قرة تانية يعني زي ما شفنا في موضوع اتحاد كرة القدم واللي حصل في موضوع اتحاد كرة القدم ونخب الجواب وطلع الجواب ونزل الجواب والكلام اللي حضراتكم عارفينه ومدير التنفيذي للاتحاد اللي لسه مش عارفين لغاية حتى هذه اللحظة هو موجود في الاتحاد وبياخد قرارات جدا عادي جدا فيش أي مشكلة أنا بناشد الجميع وسائل الإعلام بمختلف ميولها كلهم أصدقائنا وإخواتنا وحبابنا على الجميع أن يقف مع كل الأندية مسافة واحدة وعدم اتباع مبدأ الكلب ميكالي لأنه لن يزيد النادي الأهلي إلا إصرار على كل شيء جيد وعلى مصر حيعم على مصر بالفتنة فاللي عايزة أقوله لحضراتكم أن الموضوع كله عبارة عن لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا من مثل هذه الأمور وإيه اللي بيحصل في مثل هذه الأمور برضو الملف التالت اللي عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم هو كل يوم راحت يصحى من النوم فلان الفلاني حيمشي من النادي الأهلي نهاية الموسم كل يوم أنا خافي ومصحى يعني مع الإصابات اللي موجودة لو بقية اللاعبين اللي موجودين مشوا يعني هنعمل إيه طب هنلعب إزاي مش هنلاقي فرقة بقى نلعب بيه ده هنمطلعين 2001 و2003 وفي نفس الوقت الأهلي بيتعاقد مع اللاعب الفلاني ويلبسوا تشيرت الأهلي ويقول لك في الحديث بشكل مستمر عن صفقات الأهلي الجديدة وعن قائمة الراحلين عن الأهلي شوية ميكي سوني وشوية أنا لغاية دقيقة محدش يعرف لغاية دقيقة مين اللي حيمشي محدش عارف احنا لسه عندنا مباريات وعندنا دوري فاضل له عشر مباريات وكسق جديد ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي فيه ناصل للمباراة النهائية شو معنى الحديث دايما على صفقات النادي الأهلي بس هو ليه محدش على فكرة فيه أندية أخرى بتجيب صفقات من فضل حضراتكم بصوا على الاندية الأخرى اللي بتجيب صفقات ومين اللي حيمشي من عندهم ومين اللي مش حيمشي من عندهم كل الاندية بالمناسبة مش النادي الأهلي بس أنا لو حشوف الناس بتتكلم عن الصفقات التانية زي بتتكلم عن صفقات الأهلي ماشي هقول ما فيش مشكلة رغم انه غلط لانه غلط انه تطلع تتكلم عن صفقات النادي الأهلي أساسا يعني يعني النادي الأهلي أقول أن النادي الأهلي ما بيجيبش صفقات أو بيجيب صفقات زي ما أنت عايز تقول والأندال أخرى أفلع أفليل عن الفرقة يا جماعة دا كلام دا عايز حضرك توصل إيه للناس لللاعبين ولكل الناس أنا لما هذا أقول أهلي حيمشي ميكي سوني مثلا يعني واحتاجت ميكي سوني في المباراة اللي جاية معناها إيه كلام غريب جدا الحقيقة وبنشوفه دايما كل سنة وكل سنة بنرد عليه بمثل هذه الأمور أنا بقول لحضراتكم قائمة الرحلين عن النادي الأهلي لم يتم مناقشتها حتى هذه اللحظة رجل لسه جاي بيتعرف على كل اللاعبين حتى المعارين وكل الناس وفي النهاية مين حيمشي ومين حيقعدها بقرار مدير فني أكيد فيه صفقات قوية إن شاء الله يبقى فيه صفقات أنا معرفش ممكن أتكلم مع حضراتكم فيه الصفقة الوحيدة اللي أنا ممكن أتكلم عليه مع حضراتكم فيها صفقة وولتر هوج لعب السل لأن دي تم الإعلان عنها وبالتالي أقدر أتكلم عليه ولكن هناك سرية شديدة على الجميع الحقيقة ما أعتقدش أن حد عارف مين السفقات إلا لجنة التعاقدات المكلفة بهذا الأمر غير كده الموضوع بيبقى استهلاك إعلامي يعني غير مجدي أو غير مفيد للنادي الأهلي تكلموا عن 17 فريق آخر غير النادي الأهلي عندهم صفقات بالمناسبة إنما ليه النادي الأهلي لأنه هذا هو التوقيت وطبعا ده كله بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيعمله بيحاولوا دايما يفكروا بهذا الشكل وبهذا الأمر أن أنت وقع النادي الأهلي تغلب ماتش فأغبط أغبط أغبط عشان توقع النادي الأهلي مش هيحصل أبدا بوجع عندنا الأهلي رياضيا يعني أقصد لأنه في الرياضة يجب أن يكون التنافس في الملعب في الملعب إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة في المباراة المهمة جدا جدا اللي حنلعبها أمام فريق مصر المقصة وربنا يكرمنا لأنه فيه برضو موضوع بس مش هتكلم فيه دلوقتي هتكلم فيه بعد نهاية هذا الشهر هتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع بعد نهاية هذا الشهر إن شاء الله لأنه الواحد بيشوف حاجات والله بيسمع حاجات عن حاجة بتحصل كده مش هتكلم عنها دلوقتي غير لما إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه والنهاية الشهر تيجي ونشوف بعدها حنقدر نتكلم في هذا الأمر إزاي حاجة أخيرة الحقيقة قبل ما أتكلم قبل ما أطلع فاصل أستعرض أو أستعرض أخبار النادي الأهلي ويقول لكم القايمة اللي أعلنها سوارش لمواجهة المقصة كان فيه تسريب من المفترض إنه كان ما بين الكابتن إبراهيم نور الدين اللي حكم مباراة الأهلي والجونة وأعضاء الحكام المعاونين له إنهم كانوا بيقولوا إن فيه ركل الجزاء كان يستحقها حسام حسن ولكن إبراهيم نور الدين قال ماشي 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 ده وفقا للتسريب اتحاد الكرة طلع نفي الكلام ده بشكل رسمي خلينا يعني الحقيقة برضو سمعنا التسريب وما أعتقدش برضو خلينا نقول اللي لنا واللي علينا يعني خلينا نمشي دائما صح ده ماشي سوت كابتن إبراهيم نور الدين أنا بقول أقول لي لنا واللي علينا عشان محدش يطلع يقول لي أنت طول النهار وطول اللي بتهاجم الحكام لا خالص أنا بقول لحضرتك أنه فعلا ده ماشي سوت الكابتن إبراهيم نور الدين وأنه ما حصلش واتحاد كرة القدم نفى هذا الأمر خدوا بالحضراتكم لأنه التحكيم جزء مهم جدا 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 في عالم كرة القدم عموما آخر حاجة بس عايزة أقولها لحضراتكم أنه دايما لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي تتكلم وتقول حاجة واحدة بس نقطة ومن أول السطر اسأل على الأهلي وقضراته هيقول لك واسع الأرض وكفايا على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين لنتيجة مباريات الدوري في الجولة السبعة وعشرين غزل المحلة وسيراميكا كيلوباتر التعادل السلبي ما بين الفريقين المصري وإسترن كامبني فوز إسترن كامبني على المصري بهدفين مقابل هدف وحيد الاتحاد السكندري وإمبي حتى هذه اللحظة لاتحاد السكندري متفوق على إمبي بهدفين مقابل هدف مباراة غدا سموحة والمقاولون العرب الساعة ستة ونص في استاد الأسكندرية بيرامدز والبنك الأهلي الساعة ستة ونص في استاد الدفاع الجوي مصر المقصة والنادي الأهلي الساعة تسعة مساء في استاد الكلية الحربية إن شاء الله مباريات يوم الخميس في الجولة السبعة وعشرين الجونة والإسماعيلي الساعة ستة ونص في استاد خالد بشارة فاركو وطلاق على الجيش الساعة ستة ونص في استاد الأسكندرية فيوتشر والزمالك الساعة تسعة مساء في استاد الأهلي والسلام دي كانت مباريات اللي هتتلاح فيه الدور أو السبعة وعشرين عايز برضه أقول لحضراتكم الحكام الحكام النهاردة أو الحكم بكرة حكم المباراة كابتن محمود ناجي أول مبارياته للنادي الأهلي هذا الموسم بينما هو اللقاء الثاني الذي يديره للمقصة يعاون الكابتن محمود ناجي كل من خالد السيد وإبراهيم السوداني بينما محمد العتباني حكما رابعا وعلى تقنية الفيديو كابتن مصطفى الشهدي ويعاونه حمادة القلاوي ده طاقم التحكيمة كابتن ناجي كابتن محمود ناجي حكما للسحة في هذه المباراة الأهلي والمقصة كابتن محمود كل اللي النادي الأهلي بيطلبه هو العدالة التحكيمية من فضل حضرتك التحكيم يجب أن يكون عادلا لو على النادي الأهلي ركل الجزاء احسبها ولكن لو ليه ركل الجزاء لو سمعت احسبها يا فندم لأنه حقي حقي مش حازها أن نقول كده كل مطش بالمناسبة ما عنديش أي مشكلة لو حكلم كل حكم لأنني بتكلم مع الحكام كابتن بريم نور الدين المطش اللي فات كسبنا قطن صف ولكن أنا ليه ركل الجزاء ما تحسبها مش ممكن ما تخشش ممكن ما تخشش بالمناسبة لكن احسبها عشان نطلع نقوله والله الكابتن بريم نور الدين هايل كابتن فلان الفلاني هايل فكابتن محمود لو سمحت النادي الأهلي يطلب حقه يطلب حقه وبرضو الكابتن مصطفى الشهدي وكابتن حمد القلاوي هيبقوا على تقنية الفار ما هي لو تقنية الفار المباراة السابقة موجودة بشكل جيد كانت ندهت الكابتن بريم نور الدين وقالت له الأهلي له ركل الجزاء بتاعت حسام حسن فلو سمحته احنا عايزين تركيز للمباراة عشر مباراة بس نركز لغاية لما كلاتن برجي يجي ونشوف هيعمل ليه مع كابتن عصان والدنيا هتبقى ماشية ازاي خلال الفترة القادمة سوارش بيعلن قائمة النادي الأهلي لمباراة مصر المقص أعلن المدير الفني للنادي الأهلي مستر ريكاردو سوارش أعلن قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ثم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وقاليو ديانج ومحمد مجد أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس مكيسون ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وزياد طارد زي ما قلت لحضراتكم ده نقدر نتكلم عنه الأهلي يضم والتر هوج لدعم فريق السلة هتقول لي ليه هو أنت كسبان كل البطولات هتدعم فريق السلة ليه لأنه النادي الأهلي دائما ما يبحث عن البطولات النادي الأهلي دائما ما يبحث أنه هو كيفية الفوز مرة تانية أو السنة القادمة بالخمس ست بطولات اللي بيخشوه فإدارة النشاط الرياضي كابتل خالد العوضي مدير النشاط الرياضي شاف مع مجلس الإدارة أنه وولتر هوج لازم يكون موجود مع السلة وأعتقد أنه مش أعتقد ده أكيد أن أوجستي قبل تواجد وولتر هوج في كرة السلة هوج قال أتطلع للفوز بكل البطولات مع رجال سلة النادي الأهلي تحت كرة القدم في بيان رسمي ده اللي أنا كنت أتكلم مع حضراتكم فيه من شوية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الأهلي والجونة مزيف ولا أساس له من الصحة تمام وإحنا أكدنا على هذا الأمر منتخب الوطني الأول يخود وديتين في معسكر سبتمبر المقبل منتخب الوطني اللي كانت قدم بقيادة روي فيتوريا إن شاء الله في سبتمبر المقبل سيأخذ مبارتين وديتين لأن منتخبنا يتواجد في المجموعة الرابعة المؤهلة نهايات كأس الأمم الأفريقية بكود فور والتي تضم كل من غينيا وملاوي وإثيوبيا فيتوريا يطلب قعدة بيانات اللاعبين المحترفين ويضع خطة شاملة لمتابعتهم وفيتوريا أيضا يجتمع برابطة الأندية لمناقش التصورات الدوري الجديد ويعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني اجتماعا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب العودة من البرتغال لوضع تصوره حول الموسم الجديد 2022-2023 ربنا يدي له الصحة كابتن ميمي الشربيني واحد من أحسن الناس اللي الواحد يسمع تعليقه الحقيقة كل سنة وانت طيبة كابتن ميمي يظل دائما يوم ميلاده واحد من الأيام لكل جمهور النادي الأهلي وكل جمهور المصري بيحب هذا الرجل وبيحب تعليقاته ربنا يدي له الصحة ويفضل دايما بيننا كل سنة وانت طيب 85 سنة للنجم الكبير واللاعب السابق والمعلق الرياضي الكبير الكابتن ميمي الشربيني أيضا النهاردة كان احتفال النادي الأهلي بعيد ميلاد لويس ماكيسون 27 كل التوفيق لويس ماكيسوني خلال الفترة القادمة وكل سنة وانت طيب لويس وان شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل لك مع النادي الأهلي خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير وكلام فني مهم جدا جدا عن مباريات السابقة والمباريات القادمة للنادي الأهلي بعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديو في نجومنا الكبار النجمة الكبير كابتن شريف عبد المنعم إزاي كابتن شريف إزاي كابتن إسلام الله يخليك أنت منور أيضاً النجمة الكبير كابتن محمد حشيش مشرف منور يا كابتن إسلام إزايك بارك كله تمام كابتن شريف حبدأ مع حضرتك الأول بكرة مباراة مهمة كيف ترى هذه المواجهة في ضل هذا الإجهاد الكبير اللي بيمر من العالم هاخد من كلامك طبعاً قصة الإجهاد الكبير دي بقى شيء واضح بالنسبة لعبة دي ما خدتش أجازات ولا مسترياحة ولا أي حاجة خالص وابتدى يحصل السيناريو بقى بتاع الإصابات كمان يعني أنت بتخرجش من كل مباراة سليم يحصل لك بيقى منك لعب اتنين اشتباه في لعب كمان ممكن يشترك المواجه الجايب عنده شك فشد أو حاجة زي كده يجب ان تضطر ويجب ان تبتد به ويجب ان تشده وابساً نحن لعبة كرة القدم مبنية على أساس واحد الحال بدنياً لكي تلعب كرة وتفوق وتبقى وتبقى بتاعرف إمكانياتك وفردياتك كل حاجاتك لازم بدنياً تبقى فعل رجليك يعني ما فيهش حال تاني غير كده بدنياً انا بأسألك في الحلول بعدين انا واحد من الناس يعني لما كانتش حالة البدنية كده قوية بشكل عام اعتقد بشكل عام يحامل سبرينتاتي عايزة عمل روغاتي عايزة أعمل أبني هجمة عايزة عمل عرضيات عايزة أرد تاني مع الفرقة وستيليم فده عايزة مجهود كبير جداً وفي نفس الوقت انت بدنياً ذهنياً بيساعدك تركيزك بيبقى شامل للحكاية كلها تقدر تنفذ اللي بيكون مطلوب منك من كوتش مهامك جوا الملعب فحتاقد اللعيبة ما عنداش وقت حتى تعمل استشفى يعني أنا ساعات بطلع من مباراة عندي خبطة صغيرة في رجلي عندي إحساس بإجهاد ما بلحقش مزبوط يعني أنا بتلحقش يعني أو بنعمل كل الحاجات دلوقتي متوفرة أنك أنت تروح للمساجات تروح للمغتص السائع أو السخن أو 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 إنما في نفس الوقت أنت محتاج في الفترة دي زيك زي كل العالم كله والبشر كلهم أنك أنت مستريح أو تخد لك على الأقل أربع خمسة أيام مستريح مش أسبوع ولا خمساشر يوم فأنت بتخدهمش ألا أصبت أو دخل علينا بطولات تصفيات أفريقية أو أنت مش لعب محترف أو لعب دولي أنت بتاخد فيها الأجازة الساعة وبيهوق شوية عشان يرجعوا يلموك تاني ويجبوك تاني أنت عارب تبقى فيه بتحصل إصابات من الرجوع والدخول الحاجات اللي بتحصل في وسط ما الساعة أو سخنة زي الزمان وكل واحد عايش حياته يعني أنا بنامت الساعتات الصبح بفضل فتح التلفزيون لأن المسافة بيننا وبين الاحتراف بره كبير قوي كبير في الأدوات كبير في الإمكانيات كبير في الحياة اللي بيعيشوها اللعيبة بره أنا بلعب الفترة اللي أنا فيها دي من عندي وأنا عندي حياتي 18 سنة مثلا لغاية 34 سنة ده شغلي فلازم ده المفهوم اللي يبقى موجود مع اللعيبة اللي هي بتلعب في مصر ده شغلك دلوقت وبعدين يا إسلام هنطلع بقى من كل ده احنا رايحين نلعب احنا مش رايحين نحضر مسلس يعني مش عدور نحط المثلس ده جنب المربع يعني أنا رايح ألعب رايح أمت على نفسي ومت على الناس من يحبني خلينا ناخد المبدأ ده دلوقتي ندي لي الناس على أساس الناس أنا برفع نفسي أنا نعيب الدنيا كلها تلفزيونات وفلس وجماير وكل ده وأنا الحكاية عليها وكلنا عايزين نكتبها كويس ما فيش حد ضدك ما نعرفكش أنا نعرف كورتك نعرف أدائك نعرف تنفيذك في الملعب فيه الحكاية كده حكاية فن بس فيه مسؤوليات جماهيرية وفيه مسؤوليات طبعا في المؤسسة انت بتشتغل فيها طبعا لاني متخش وتنفرد يعني تبقى متفارمط والدنيا مأسساتك إزاي وده لازم تعيش حياة احترافية والله عمي لازم يعرف برضو يا كابتن حشيش ان احنا بنحبوهم عشان تلابس شيرتناد كل جمهور الأهلي بيحبها عشان تلابس شيرتناد والله كابتن اسلام يعني انا كنت معاك هنا من ثلاثة أسابيع يوم سبعة شهر كان بعد المبارات السموحة والجونة ايوه وقلت وقتها ان موضوع الخسارة او موضوع التعادل ده ممكن يتكرر الفترة اللي جاية لان احنا موجودين في مشكلة والمشكلة دي احنا فيها وحنفضل فيها وعملين زي اللي هو ايه مربوط فساقية موضوع ما تغيرش وبعدين حتة استشفى والكلام والقصت دي مفيش حاجة اسمها استشفى في الظروف اللي النادي الأهلي فيها واللعيبة فيها يعني ايه كابتمالش احنا طول عمرنا عايشين على الاستشفى بتتكلم لو الامور طبيعية وان انت موسم الضغط فيه شوية ممكن تقدر تعمل الكلام ده انما لما تقعد مواسم وراء بعد متتالية تلت مواسم في ضغط على طول وراء بعده مع لعيبة القسم المشترك والاغلبية في المنتخب مع اكتر من بطولة في الموسم الزات الأخير ده بطولة افريقية مع المنتخبين بطولة عربية امم افريقية يعني الموضوع زاد عن الحد ما بقاش ينفع معه الاستفشى وفيه وضع قائم انا قلت المرة اللي فاتت ولازم لغنى عنه لان دلوقتي الموضوع عدى بقى حد الاجهاد وان العيبة مش قادرة مش قادرة توقف لا انت دخلت كمان في موضوع الاصابات يعني عدت مرحلة الاجهاد واللعيبة مش قادرة تدي كل تقطها لانها مش قادرة لا انت دخلت كمان الاجهاد قلب باصابات غصبا عن اللعيبة لان اللعيبة برضو هي هي اللي بتلعب الفترة اللي جاية ما افضلش ماتش هنا ولا ثلاثة لسه فيه كم كبير من الماتشات كل ثلاثة ايام كل ثلاثة ايام ماتش فانت لازم دلوقتي تفكر المسألة برضو مش مسألة مدرب عارف اللعيبة مدرب مش عارف اللعيبة مدرب مشي مدرب جيه الكلام ده كله دلوقتي احنا محتاجين في الفترة اللي احنا فيها يكون فيه توليفة في الملعب اكتر لعيبة مريحة حتى منهم الناشئين وانا كلمت قبل كده مصر على القصة دي فيه لعيبة مش ناشئين خرجة من اصابات بقالها فترة كويسة ومفروض تدخل زي ما قلت اللعيب الناشئ او اللي كان بعيد عن الملعب بس واقف على رجله احسن من لعيب نجم كبير بس مش قادر مش قادر يتحرك لان انا كمان ممكن اضره غير ان انا هضر نفسي كفرقة انه مش هيقوم بواجباته ومش هيديني اللي انا عايزه فممكن يخسرك لا ده ممكن كمان يخسرك وتخسره كلعيب زائد غير التوليفة دي كابتن اسلام لازم فيه طريقة لعب المناسبة للمرحلة اللي احنا فيها انت دلوقتي ما عندك شرفاهية ان انت تختار النهاردة بختار الطريقة دي النهاردة لازم اختار الطريقة اللي هي تخليني اقدر اقدي بالظروف اللي انا موجود فيها من الاجهاد ومن وجود اللعبة دي بمعنى ايه ان انا لازم العب بطريقة وبان على فكرة الطريقة الاخيرة اللي لعب بها الراجل تلاتة اربعة تلاتة دي انها بتقدر تعود حتة الجري كتير بتاع لعبة النادي الاهلي والضغط واللعبة بيبقوا قريبين من بعض فعشان كده بتقدر تعود حتة الاجهاد شوية لان لو المساحات اتفتحت وانا لعب مجهد مش هقدر اجري معاك سبرينت قوي ولعملته مرة مش هقدر اعمله التاني ولعملته في الشرط الاولاني مش هقدر اعمله في الشرط التاني فلازم الطريقة نفسها مع التوليفة يعني تدين الغرض الاساسي من الموضوع ده دي ظروف خارجة عن ارادتي مش حاجة اسمها قصر الطريقة دي ما بلعبهاش قصر الطريقة دي ما فضلش لان الراجل اللي جيه ده كمان جاي على وضع صعب مش عارف مش عارف لسه برضه اللعيب وامكانات اللعيبة واللعيبة دي افضل اماكن بتاعتها ايه مش مسألة نص ملعب وخلاص وده ديفنس وده كذا وده كذا الراجل طبعا عنده حاجات معانة وفيه حاجات عايز يضيفها للفرقة حاجات عايز يديها للفرقة او طريقة معانة مثلا ممكن يفضل لعبها انما هو دلوقتي الطريقة المناسبة للناس المجادة اللي عندي دي للناس اللي هي بعيدة عني للناشئين الصغيرين لازم طريقة اذا اقولك تبقى قريبة بدليل ان انت ماتش ازاي مالك الشرط التاني برغم ان انت كنت سيء الشرط الاولاني انما الشرط التاني لما غارت الطريقة ولعب ثلاثة اربعة ثلاثة قدرت تضغط ند الزمالك وقدرت انك تجيب هدف وكان ممكن تعود الموضوع يبقى سهل خالص انت فاهم ازاي كذلك برضو ماتش اللي بعده نفس القصة وكسبت اتنين فهي توليفة مع طريقة انما هنقول الصلعيب ده لازم احنا عندنا السلية كذا احنا السلية عارفين انه تعبان ومجهد وده كان وضع طبيعي انه يحصل له القصة دي لانه مش قادر وعلى فكرة برضو علي معلو نفس الاجهاد وحمدي فاتحي نفس الاجهاد يعني فيه لعيبة ظاهر عليهم الموضوع ده قوي ما عدش اناطح اناطح ان انا طبعا لغينا عنهم في الفرقة بس افرد ان هو تعبان ومجهد لازم هدوس ان انا لعبه لازم اعوض بقى بتوليفة زي انا بقولك ان تقدر الاجبال الصغيرين يلعبوا مع الناس اللي هي كويسة بالوقت والصحيح بقالها فترة ما تلعبش انما ممكن تاخد لان انت كمان مش عايز تلصم يا اسلام الماتش الجاي واللي بعده بس انت عندك لو انت بتبص البطولة والمفروض ان احنا بنبص كلنا البطولة ان كل الماتشات اللي جاي كؤوس فانت عايز تكسب فعشان تكسب طب انت هتلصم الماتش اللي جاي طب واللي بعد ثلاثة ايام واللي بعد ثلاثة ايام فلازم تدي ناس زي حسام حسن ما كان بعيد شايفين القايمة برضو يا كابتن شريفة كابتن حشيش نهاردة مثلا تحديدا في عدد من اللاعبين الشباب وعدد من اللاعبين اللي كابتن حشيش بيقوا عليهم راجعين من الاصابات يعني هتقولنا الشباب القايمة لو سمحتم عشان نقولها مرة تانية يعني في محمد فخري في زياد طارق في شفت انت قلت يا اسلام غصبا عنك بقى عملت الكلام ده كان لازم تعمله يعني ما تستناش لما يبقى ما فيش حد خالص بقى موجود عشان نقدر ننزل من الاول من الاول اللي ابتدي اغزي عندك زياد طارق لعيب ناشئ وكويس وهايل ورائع وكل حاجة هي دي القايمة وعندك شريفة عبد الماني يعني ما نقولش بس حد حتختار مين معنى لو شريف مش قادر يقف هنكمل في دقيقة كابتن بس فيه مثلا لما تيجي تبص مثلا هتلاقي علي لطفي مصطفى طبعا الشنوى اللي بيلعب اكتر محمود متولي برضو استراجع رامي ربيعة برضو ملعبش كتير يمكن ياسر يمكن حمدي حسام حسن برضو لسه بياخد الفترة الجاية وليد سليمان ملعبش كتير أيمن أشرب بيلعب أليو ديانج مجدي قبشة محمود وحيد برضو مبلعبش كتير محمد محمود كريم فؤاد لويس مكسوني يمكن محمد هاني بلعب كتير أحمد عبدالقادر محمد فخر زاد نص اللعيبة دي ده النهاردة في التشكيل ده بس إنما قبل كده طب قبل كده كان ممكن تبدأ برضو من قبل كده نص اللعيبة دي يا مصابة يا رجع من أصابات لا مش يا مصابة يعني رجع من هقول لك أنا هم على الشاشة عندي محمود متولي مصابة رجع من الإصابة ولعب وخد واضح إنه ريكوفرينج بتاعه لسه محتاج كتير محمد محمود إصابة جامدة جدا في الاتنين الرجلة وعشان يرجع وياخد وحياخد وقت بس خدش شوية خد شوية ما هو ما فيش وقت ثانية واحدة أنا هرجع لك النقطة كريم فؤاد ومحمد هاني الاتنين بيتبادلوا في المكان كويس محمد فخري بالنسبة لنا ما فيش أي علامة لحد الوقت لويس مكسيوني متعور وإن كان في نفس الوقت من صاحب الشهرة والأداء اللي أنا مستني رجعه بفرغ الصبر تمام زياد طريق اللي أنت قلت عليه لازم ياخد جثمانيا شكلا وموضوعا هو بتاع تلاتين ديئة أربعين ديئة صح؟ مش بتاع تسعين ديئة رغم ربيعة أنا مش شاهد بس من ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم وحمد فتحي وحسام حسن حمد فتحي وحسام حسن حمد فتحي حوض بكل ماتش عايدي استشفى لوحدة سولية طرع منك كويس هاليو ديانج هاليو ديانج بتموحاته بحالتي لا مفيش حال ده نادي لا احنا مش أكتر ناس وقتنا كلنا إجهاد وتعبنين ولدي منقف معاهم إنما انت بقى تتفرج كده والتمرين ده فين التمرين ده ده في القلعة الحمرة اللي الدنيا كلها تتمنى إنها تتفرج مش تلعب جوا طب ليه بقى احنا بنتكلم بالاسلوب ده أنا ليه بقى لأن فيك كواليتي ينفع يتعامل معك في المؤسسة دي وكواليتي ما يقدرش هو بينه وبين نفسه إسلام يقولك إيه اللي هيحصل السنة جاية هروح في فرقة ثانية ديت وكبني أنا مش قد الضغوطات بتاعت النادي الأهلي أنا مش قد كاس مصر والدورة العام إن أنا أخدهم وبطولة أفريقيا أنا مش قد السوبر تفتكر فيه لعيب في النادي الأهلي يقول الكلام ده بينه وبين نفسه أنا ليش دعوه يقول ده يا ريت فعلا ده صح وإنسان محترمه كويس ليش دعوه هيقول إيه هو مش قد ده هو مش بتاع ده إنما فيه لعيبة بتجيلك متعودة على ده فيه لعيبة تأسست زي ما أنت قلت عندك من الناشئين والسياسة الناشئين والسيناريو بتاعنا كله والدستور بتاعنا يقدر يخليك يبقى الفكر عنده سهل جدا التفكير بيلعب على بطولات عمرك شفت في الناشئين عندنا بنتطلع على التالت يا التانية الأول على طول وإن كان الأول المفروض ويما ما بيحصلش بيحصل إيه منظومة كلها بتتشعلت كلها بتتشعلب تعالوا هنا زي ما حصلت فيه في اللي انت شايفهم كلهم لعيبة الإصابات خلصت عليها مزبوط كويس ثاني حاجة وبعدين انت هتقول له إيه تعال انزل دلوقتي أنا حجم الأهلي والناس كلها طبعاني فيا كمان دلوقتي وعايزين يعملوا معاك أي حاجة وأنا على نفسي وأدائي لازم نخلص كل الوراء لغاية لما تعور تاني يعني يفهمتني؟ موضوع اللعبة في الناد الأهلي لازم تدي الماكسيموم بتاعك وكل عاجب لما فيه كواليتي هو بينه وبين نفسه مش فارق معاه ليه؟ لازم نعاية تانية بقى بخارج هقولك على عاشيش بس اسمعني أنا عايز أوصل لما أبدأ عشان الكلام ما يتقلبش هو بيقولك أنا مش الحتة دي وظروفي اللي أنا فيها دي مش هقدر أن نفذ الدنيا فأرجع للنقطة اللي حضرتك كلمت فيها الكوتش بقى اللي جاه ديئة إسلام عنده السلوب التدريب عنده العين اللي تشوف ده بتاع النهاردة وده بتاع بكرة وده عشرين ديئة ده تلاتين ديئة ده ربعين مش عيب لغاية لما الحكاية دي تعدي لغاية لما أنت تحس أنك أنت استشفى وريكافرينج وإصابات ورجعت وتلاقي في رقيتك اللي جاي مستريح قدر يلعب لك مطشين ثلاثة أو مطشين ورابعة ده حلو قوي ده كويس قوي والدنيا كلها حاسة بكده وجماهيرك حاسين بكده عشان كده لما بنكسب المطش اللي فات بنقول عودة السكر عودة التهديف عودة الرؤية دي بتسهل على اللعيب في المطش اللي بعديه زي مطش بكرة كده نفس المفهوم نفس المبدأ إنما نفس المفهوم نفس المبدأ ده لازم اللي هو أنا بلعب بيه كل المباراة اللي احنا كلمنا عليه واتفقنا اللي هو بتاع الكوؤوس المباراة اللي جايه كوؤوس كلها هم مستني بقى التاني يلعب زي ما يلعبوا ده يلعبوا زي ما إحنا ما نناش دعوة نبص في فرايتنا بس وعزين نكسب كل ما تشاط عندك إمكانية تكسب كل ما تشاط أنا باعتبر إن ما فيش منافسة كبيرة قوي موجودة في الدورة في الكاس إيه المنافسة اللي عندي أعطاك النافذة ملك ونادي بيرامدس عندك حد تاني هم هم دول اللي معك على الواقع وعالطبيعة وحجم اللعيبة وحجم كل حاجة ولا في حد تاني أنت شايفه أنا شايف أنا شايف أنا شايف لا لا كلامك مظبوط بس أنا شايف أن دلوقتي أي فرق أنت بتلعبها زيها زي الفرق الكبيرة من أيام الفرعنة ليه بقى من أيام الفرعنة كله بقى مفرحنة عايز ياخد مني أي حاجة ده من أيام الفرعنة وغير كده كمان يا شايف عشان أنت دلوقتي حالتك مش هي حالتك يعني أنت مش بكامل قوتك مش واقف على رجلك فعشان كده بالنسبة لك أي فرقة هتلعبك غير أنها بتلعب النادي الأهلي وطمعانة وعايزة تدوس خلي بالك برضو المتشاط اللي جاية أنت هتلعب فرق مهددة بالهبوط عايزة تغرب عايزة تجيب أي بنت منك أنا بلعب مع الجونة وبلعب مع زمالك تاني تايم زي ما أنت قلت أنت اللي عامل صح أنت المستحوذ أنت اللي الكرة التانية بتاعتك أنا هبعد عن نغمة خالص أن أنا مش قادر وأنا عندي إصابات لا 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 أنا قادر بأي حد وأقدر أعمل بس مخي يبقى عارف أن أنا بعمل كده إن شاء الله هتلعب 30 دقيقة صحيح تخلصي الموضوع يعني مش هتلعب كله ماتشل تاني تايم عشان أستنى لا هكسب إمتى لا ومش هتكسب سهل صحيح ولازم تلعب عندك تخلص الماتشف من الأول ولا عندك إصابات ولعندك إصابات صحيح إلعب الشواء بتوعد صحيح خلصني صحيح اديني اللي عندك ما كان فيه عزماء من أمهي جيكوتي لغاية مني الجوزيه وفرع إسلام أنت عصرتهم ولعبت فيهم كم من البطولات لإنه عندك المفهوم واحد بتلعب فيه مؤسسة وأنا مكاني ده أنا اللي أقدر به ما حادش يجي جنبه اللي أنا عايز أقوله كمان أشوف نقطة مهمة أقوى على فكرة إسلام أنت في اللحظة اللي احنا في اللي احنا متكلم فيها دي المتشاط اللي جاية دي مش هتلاقي الحداشر لعيب بتاع النادي الأهلي في الطوب فورم بتاعه طبعا ولازم اللعيبة اللي نازلة ما يبقاش عندها مبررات أصلا بعيد أصلا راجع من إصابة ومخدش كتير أصلا كذا كذا لا هو النادي الأهلي في ظروف صعبة لازم أنت تبقى قد الظروف دي وتقف مع النادي الأهلي في القصة دي تقف مع نفسك أنت فاهم إزاي ما تبقاش أنت النادي الأهلي عمل لك واحد اثنين ثلاثة اربعة وفر لك كل حاجة تتخيلها وفر لك الشهرة وفر لك الفلوس وفر لك كل حاجة في الدنيا جماهير بتعشى النادي الأهلي بتشجعك في أي حتة وفي أي وقت وخسرنا وكسبان بتشجع فأنت ما تبقاش نازل حطة مبرر أصلا بعيد أصلا مش عارف ما محمود بتولي بقاله فترة ما بلعبش أصلا معرفش الصغير ده ما خدش لا مفيش هو الظروف العادية لا شهد يرجع ما تستمرش مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لأن دي مش نهاية المطاف احنا مش هنلعب موسم ده وخلاص والدنيا خلصت لا دا انت هتخلص الموسم ده هتخش في موسم تاني وهتخش في أفريقيا وهتخش في حاجات تانية عندك عندك كاس العالم بس الاستراحة 21 سبتم بس عشان تقول 21 سبتم 20 سبتم عندك بطلتين تلاتة 9 مصر وسوبر تاني والدوري وأفريقيا فانت عندك بطلات جاية وحاجات جاية الموضوع مش هينتهي فانت لازم تحط في دماغك دلوقتي انك بتنزل النادي الأهلي في ظروف صعبة وفي ظروف معينة لازم أن نشيل على أساس حتى كمان الناس تقول لك بص اللعيبة دي اللي كانت ببعيد واللي كانت ما بياخدش أيام المدرب الفلاني لما نزل وخد فرصة زي مثلا حسام حسن حسام حسن أنت ما تقلقش منك لأنك ما قدمكش خيارات ولا حلول أنك لازم تلعب بالناس اللي وقفة على رجليها أيا كان مستوى فني أقل شوية من راجل النجم وخلي النجم قاعد معك منه بيرايح برا ومنه تحسبا لو أي حاجة هياخد لو لقيت الدنيا يعني في الملعب أو اللعيب الصغير أو اللعيب اللي لسه راجع ده تعب ولا هجعب برضو مش هتلعب 90 دقيقة كبير يمريح خالص ويبقى خد فترة من الراحة بين الماتشين تعرف تلات أيام فلو ملعبش ماتش يبقى هياخد ست أيام يعني هي عزة تبديل وتوفيق وتوليفها معينة هي اللي تقدر توصلك وتخرجك لمر الأمان كم مش بعيدة عن اللعيبة طبعا مش بعيدة اللعيبة دي الإسلام هي اللي جابت لنا للأربع خمع تلات سنين اللي فاتوا والأربع سنين اللي فاتوا من ساعة ما جاء موسيماني خلانا تحاسب من الناس صحيح صحيح خدوا كم بطولة مزبوط هم هم نفس اللعيبة على فكرة مزبوط بس هو اللي جهاد يا كابتر الجهاد طبعا وإصابات لا إصابات ألعن والإصابات بيؤدي الإصابات إصابات دي هي الألعن عليهم وعلى المنظومة كلها أي وإحنا طول عمرنا بقالنا أربع خمس سنين في حاجة اسمها مستشفى لأهلي دي طبيعية يعني مش بعيدة عندنا وإصابات صعبة آآ أتنين كرتليش آآ ندفت فاكر ندفت آآ طبعا ندفت دي محمد محمود محمد محمود وندفت أباد لك يعني صحيح مت بتولي ما كلنا مستنين محمد محمود زي ما انت بتقول من كتر اللعب يرجع ويخد ويخدم الجرقة ايه عمليت ثقة الزام أنا لعيب جالي ثقة وعندي البيز بتاعي أكيد هنفذ صحيح واللي بيلغي ده كله هل كابتل شريف موقف الفريقين في الجدول الدوري بيدي مؤشر للمباراة ازاي هتكون بكرة في حد مش باكي على حاجة خلاص اقل نتائج هو ومسلم ان هو حيرجع لان حتى استر النهاردة كذبت المصري ولعت الحكاة على المقاولين ولعت الحكاة المصري اتغلب خد ثلاثة بنت ورح للمنطقة تانية لإسماعيلي بعد الفوز ده برضو رجع تاني للمنافسة على ان هو لازم يكسب مصرين ثلاثة عشان يبعد حتى اللي بيتعادل هو عند واحد تلاثين بنت بيقولك انا في تحاسكندريا كان بيلعب دلاتي ما عرفش كان بتعادل وكسب كان كسب اعتقد كان اتنين واحد وكان بيلعبوا عشرة قولونا يا شباب مكمل الاتحاد ولا لا يعمل ايه الاتحاد؟ حد سكندريا مع امبي في فرع كلها بقت السلاثة كسب اتنين واحد طيب السلاث نقاط دي بتفرق كتير قوي انك تبعدك عن سلوب لعب بقى مصر مكاسة مش باكي على حاجة هو انت دائما انت اللي عندك الضغط انت اللي عندك الدوافع ان انت لازم تكسب لازم تستغل دي فرع قدامك هتلعب كرة لا انا عندي السيستم انا عندي احلى حاجة عملناها ايه المرشبات اللي فاتت؟ نتعلم ضغطنا ازاي؟ روحنا من الاطراف عملنا اتنين تلاتة جوة 18 عشان لو ما فيه اي عرضيات بنوصل لها تلاقي اي حد يصوبها بتترد تاني كرة تانية تبقى بتاعتك هو ده البلاس او هو ده البوزيتيف في الاداءات اللي فاتت كلها ان احنا بنفكر دايما ان احنا نبقى جوة 18 باكتر عدد مش معنى كده ان نلاقي افشة بيلعب انسايد ليفت لا كل واحد في مكانه كل باك في مكانه كل هاف في مكانه كل صانع علعاب مسئوليته حتى لو لعبني ابتدت ناحية المين ويتعني الشمال لازم اميل باسلوبي ويفتح لي عبدالقادر ياخد ناحية المين وانا اخش جوة في العمق عشان انا اللي بابني عشان اللي باسرق مش اول ما جاء الراجل افشة جاب جنين من منطقة الجزاء جوة فافتكروا ده سنترفيرت متأخر فلقينا بيلعب اربعة على خط واحد لا انت افشة لازم تجي من تحت تاع اسلام بياخد تعليمات انما انا صاحب الاداء جوة انا اللي في الحكاية جوة انا اللي عارف الخطورة جهالة منين انا اللي عارف ابني نفسي ازاي اعمل لعب ازاي فهو ده الحاجات الايجابية اللي احنا شفناها من نص نافتين بتاع الزمالك اللي انا مكنتش شاف ان الحكاية يعني كان بعيدة كرة حمدي فاتحك لو جت كنا تعديلنا اتنين اتنين ودخلنا في حكاية تانية نا ما كانش مكتوبة لنا واحنا اللي عملنا كده في نفسينا لو هنفتح الموضوع احنا اللي غلبنا نفسينا ما تعملش علينا السرك لناس متصوراء او بتقولوا لا احنا اللي كنا عملين في نفسينا كده شط الاول تقصد خلاص بقى هربت منك كرة لعنة فيها غلط والتانين توفقوا في البلايسينج خلاص اليوم هم بقى انت رجعت وعملت بس مش يومك بقى كان لك تلاتين فرصة بعد كده انك انت تتعادل ما كانش يوم مثل انت بيكون اليوم باين من اوله بيجيب تلاتة جوان في اول هفتايم يعني بيبان لك اليوم من اوله بيقول لك بيقول لك انت بعملت حاجة لا احنا كسبنا اول هفتايم تلاتة وهما كسبوا تاني تا هفتايم يعني هما زي ما احفلتين كسبوا فيه ناس بتحلل تقولك الزمالك كسب اثنين سفر واحنا كسب واحد سفر فيه ناس بتحاول تتهدي الحكاية فالمكسب والخسارة ده بتاع ربنا طبعا انما مفيش حد في العالم مش حاسس بالمجهود اللي بيحصل مع لعبة النادي القالي او الحالة اللي فيها النادي القالي او فانا مش بدي العز ولكن بحفز اكتر انك انت لازم تعرف انك بتاعك في النادي القالي والنادي القالي ده كوالي لازم تعافز على نفسك عشان لما نيجي نتكلم في اول الموسم الجاي اللي حصل حصل للموسم ده اسلام نتكلم بقى زي الجماهير يعني طب الموسم الجاي سيادتك ما وقفتش جنب نفسك ولا جنبي ولا جنبي حاجة محتاج ايه؟ انت تيجي تتشرط علي وتقول انا باخد كذا وبعمل كذا زي بابد اسمعه وبيحصل لا مش هيحصل الكنامة هنلاقي في ناس اعراض هنلاقي في ناس احنا حبتنا شوف ايه اللي ينسبك المكان اللي ينسبك اللي انت تقدر بامكانياتك دي تقدي فيه تقدي فيه بشكل هاي واحنا ندور على الاسم بقى والناس اللي هي الدولية اللي بتبقى بتتمنى نتيجي وتلعب نصف ساعة في النادي القالي والعالم كله بيبحث انهم ممكن يكون موجود عندك ان كان اميازهم حتى فما زالنا احنا السمعة ما زالنا احنا الفريق اللي بنقرب من العالمية والفرق العالمية كلها عشان كده الحكاية العين عليك جامد يوم ما بتتغلب ماتش واحد دين بتتقلب والناس بتفرح جامد اوي عمر قديم طالع اكن اجوز عياله كلهم يعني اكن اللي عجوا لك جوزت النهار ونحقق ويفرح ومن بعدين بنبص كده معجيلك يوم وتكسب على طول احنا هنفضل بنكسب على طول طبعا فالاهل كبير ونعمة وحياة حلوة فعايزين لعيبة كمان لما بنقول الاهل ده حياة تبقى فعلا يعني كابتل عشيش ممكن سوارش يلجأ للمهاجم الوهمي بمعنى انه ميلعبش براس حربة واضح في المباريات القادمة يعني بمعنى شايف انه هو مختنع بحسام وهو ده اللي موجود قدامه دلوقتي كمان حتى بعد غياب شريف فهو والحقيقة بصراحة يعني حسام من ناس الكويسة خلال فترة اللي فاتت لانه برضو اكثر الناس راحة خلال فترة اللي فاتت فهو قادر دلوقتي انه هو يجري بيجري كم طبعا سبرنتات وجري بعرض الملعب وبالطول وبالعرض بياخد يعني موجود كبير جدا جدا فهو طبعا محتاجه اللي انا عايز اقوله طبعا في حتة الدوافع يا كابتن اسلام انه مفيش فرقة بتلعب النادي الاهلي سواء بتنافس او عايزة تهرب من الهبوط الا وعندها دوافع حتى وان كانت مش دوافع رسمية فها دوافع شخصية دوافع شخصية عند المدرب انه هو يعمل نتيجة مع البطل او مع النادي الاهلي اللعيبة عايزة تعمل مباراة وخطورة الموضوع انه بيبقى كمان باللعيبة بتلعب من ما عليهاش ضغط انها لازم تجيب بنت او لازم تجيب كذا او كذا او كذا لا ده هي بتلعب للشهرة بتلعب لتسويق نفسها خلال الفترة اللي جاية اللي ممكن هتودع فيها الدوري الممتاز فهو طبعا عايز يزبت للناس كلها ان انا ممكن اعديه ان انا كذا 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 للمباراة زي ما بقولك ممكن فبعض الاحيان مبقى فيش التزام تكتيكي قوي لانه مفيش ضغط فبالعب براحتي وده الخطورة اللي بتقابلها لان احنا كنا لعيبة وعارفين انه ملعب معاك واحد وعارف ان هو بلعب بطريقة معينة او تكتيك معينة او كده لما بيشز عنه بيشتغل بدماجه بيبقى اخطر واخد بالك ازاي فهي خطورة الموضوع ده هي القصة انت ما تبصش لمين زي ما بقولك احنا دايما ما بنقلقش من اي حد باللعب احنا بنقلق من نفسنا احنا لازم نكون جاهزين لازم زي ما بقولك التوليفة لازم يكون الطريقة لازم يكون الخطوط قريبة من بعض عشان المسافات المسافات او المساحات اللي بتبين المجهد من اللي فايق هي المساحات ان انا اقدر خفيفة اقدر ادي اسبرنت اقدر اعمل تاكلنج واقوم جاري اعمل جامب فوق وانزل اتحرك هو الحاجات دي اللي بتبين فلازم يكون اللعبة قريبة من بعض عشان لو فيه تأثير من حد او فيه تعب من حد معاين التاني بيقدر يشيله واعتقد زي بقولك وهنكرر تاني ان الطريقة الاخيرة للعب الراجل بيها بتدي اريحية للاجناب لان خلي بالك انت اطراف النادي الاهلي دلوقتي اللي هي اخطر حاجة في النادي الاهلي انت ما عندكش اطراف دلوقتي انت بتحاول توفق دلوقتي اي لعبة عشان تلعب ناحية الاطراف انما انت ما عندكش الاطراف الحقيقية او الطبعية بتاعت النادي الاهلي اللي بتعمل الخطورة بتاعته فانت بتلعب باكليفت بتطلع مثلا معلول قدام شوية بيسيب النواح الدفاعية لان ما ينفعش في الاجهاد الجامد ده طبعا يعمل واجبات دفاعية ويكمل كمان معاك في الناحية الهجومية اللي هي باعتمد عليها النادي الاهلي اعتماد كامل وتضطر تلعب ناحية ثلاثة وارع عشان واحد بيبقى ماين ناحية معلوله هو بيبتدي حركته من نص الملعب لما اجري اعمل سبرينت من نص الملعب لغاية قدام غير ما اعمل سبرينت من ورا خالص كذلك ناحية الباك رايد برضو لما يبقى فيه ثلاثة مغطيين المساحة دي بقدر اخلي الباكين قدام مع الاثنين الديفندرات وازود حتة مجدي مجدي برضو ثبت انه لازم يلعب في حتة نص الملعب لان هو محور ينزي من تحت بشو نص الملعب ما يبقىش مضطرة في ناحية الشمال او ناحية يمين مجدي افشا هو اكتر واحد يستلم كرة في المباراة واكتر واحد ينفذ في المباراة يمين او شمال او يعمل فكرة محمد شريف كان عنده لغة مع كده مودي من ورد لازم يشاهدوا محور اللعبة من تحت مجدي افشا لازم يستلم 500 كرة مجدي الواحده بتاع 200 كرة فمجدي مش عايزين لازم نوفر له المثلث اللي هو الحركة انك انت لازم تتحرق له انما هيستلم الكرة ومش حيلاق سويتشات ما خلاص مجدي هيعمل ايه هيعمل باس هتتقطع وتبقى هجم علينا لانه هو بيفكر يعمل كده فمفيش حد هيكون التانين بيهجمه هيطر يعملها هتتقطع هتبني هجمة علينا فمجدي لازم يتوفر له الحركة من الفرقة كلها من تحت وزي ما قال الحشيش كومباكت يعني ومش على الجناه لازم يورعبين من بعض لانه تديني كرة في مكاني اللي انا تعودت العب فيه غير ما تدهالي في الجنب على قطة لازم لازم اريح الراجل لما بيستلم الاقي 2 تاته مسلث مسلث سنوات يلعب معهم هيلاقي الديفندرات حواليه هيلاقي واحد صائد من نصد بالزبط جدا طيب اخيرا انا كابتن شريف تنصح اللاعب بكرة بايه وهم والجهاز الفني ولو كلمة للجمهور طبعا طبعا ملخص ده أنا قلته ده كله أويانا الروح بتاعتك لازم تعرف ان الروح النادي الاهلي انت وانت شايل التشيرت تشيرت بلعب لوحده ده التشيرت ده اول وحدها في ملعب الكورا يعني العالم كله بيجي مطشي الاهلي كله قاعد بيروح يتفرج على المطشي من الاهلي حلعب الساعة كام كلنا بقاعدين متفرجين حكاية فانت لازم تحس بالإحساس ده الناس كلها جاء تفرج عليك بكرة فتدي كل اللي عندك على قد الإمكانيات العضلية بتاعتك والبدنية بتاعتك هتلاقي ان لو لعبت بالإسلوب ده هتلاقي ان النتيجة فرقة هتلاقي انك انت الخارج مبسوط اللي خارج مبسوط ده ونعدي مطشي المقال هيساعدك المطشي اللي بعده هو ده اللي هيديك للمباراة اللي بعده مش هيحمل على عضلاتك اي ضغوط نفسية او اي حاجة انما هي الروح اساس الحكاية كل ما انتهيب عندك العشر ديال الاولانية انك انت تقدر تخلص والمفهوم اللي عندك انك انت الاهلي وانا افشا وانا سام حسن اللي سمعتي قد كده وبلعب باسمي وبلعب بتشيرتي الغالي ده وده اللي هيوفر لك المسافة كلها بتاعة التسعين دقيقة والمباراة اللي بعدها كمان ويخليني عايش الكم يوم اللي بعد المباراة ما عنديش اي ضغوط او اي حاجة احنا بناخد الحكاية ماتش بماتش انا رايح العب انا رايح اول الله هل عزيزي كلمة اللي حاجة قلتها دي بالفعل هي اساس كل شيء والله كنا بنقول لها لنفسنا زمان اه سوريا يعني فتح كلامك لا لا تفضل والله كنت بقول لي هو انا ايه هو في ايه هو انا ضغط نفسي انا بجينا نلعب عايز ارقاصه وعدي منه واستناه او اجيبه تاني وعدي وروح اميلا امزج نفسي اه لاني واصل في امكانياتي اوكي لان انا صاحب تشيرت احمر مش مش بلعب لسه حنزل هبوط وحطلع وعندي مؤسسة وموفرة لكل حاجة من المدربين للعيبة لفلوس لكل حاجة طبع لإضاءة لتلفزيونات لنجم ماشي في الربنا اختارك انا كنت تبقى نجم اديني الساعة ونص ودي نفسك الساعة ونص مش اكتر والباقي انت عارفه عسكر نفسك ازاي لان انت لعيب محترف وجود لك يا رب ان شاء الله كابتن عشيش اهم حاجة ربنا يوفق الراجل طبعا يختار التوليفة زموقة الكويسة والطريقة اللي تناسب التوليفة الجديدة دي وده دور طبعا كابتن سامي له دور كبير اوى اسلام لان في لعيبة بكرة موجودة في التشكيلة الراجل ما شافهاش خالص في متشاط فكيفية توظيف اللعيبة دي واحسن مكان ليها واحسن طريقة ممكن ينصهروا فيها دي بتاعت سامي محتاج ان هو يتكلم مع الراجل كويس قوي اللعيبة لازم تعمل اللعليها زي ما قلنا كل واحد اعتقد ان هو موجود في وسطينا وعارف وعارف الضغط العصبي اللي علينا كلنا وعلى الناس كلها كل ما بتكسب متش خلي بالك برضو بتضغط على المنافس لان بغاية دلوقتي لسه الدوري او البطولة في الملعب ثبوت الجمهور متفاهم كويس قوي بدل اللي احنا بنشوفه جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي بيقصر بتلاقي المطش اللي بعده الجمهور رايح ومتطلش تشجيع جمهور النادي الاهلي بيشجع وبدعم وعارف كويس قوي ظروف النادي الاهلي وظروف اللعيبة وظروف الاجهاد اللي احنا اتكلمنا فيها والبطولات وا 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 والنادي الاهلي او اللعيبة دي عندها رصيدة عند الجمهور كويس قوي مش معنى كده ان انت تتخزل انت بتعمل اللي عليك التوفيق وعدم التوفيق ده بتاعها ربنا بس الناس تحس ان انت بتقدل عليك بتبزل كل اللي عندك حاطط في دماغك وتحسس الناس انه موت نفسي وبكسب ولسه حاطط ان في بطولة في الملعب وفيه هدف لسه موجود وفيه حاجات كتير جدا عايز اعملها للنادي الاهلي في الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها يا رب كل التوفيق ان شاء الله بكرة مباراة مهمة ويا رب يحصل فيها كل التوفيق النادي الاهلي في هذه المباراة شكرا جزيلا كابتن شريف شكرا جزيلا كابتن حشيش هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل ايمان جلبرتو ومحمد جمال في ضيوفة البيت الكبير علشان برضو نعرف اهم الامور الفنية في هذه المباراة وتحليل فني خاص في نادي مصر المقص بعد الفاصل ايمان جلبرتو ومحمد جمال اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بدوفي في هذه الفقرة ايمان جلبرتو زكا ايمان ده كابتن اسلام كله تمام كله تمام الحمد لله ايضا محمد جمال زكا محمد كابتن اسلام كله كويس ايمان خليني ابدأ معاك كيف يمكن مواجهة انا دائما السؤال ده مبدأ به في كل الفقرات خلال هذه الفترة لانه يجب ان يعلم جمهور النادي الاهلي ان ما يحدث مع فريق الكرة في النادي الاهلي خارج حدود الرياضة انا في حياتي ما شفتش يعني ان انا لعب اكتر من سبعين خمسة وسبعين مباراة في موسم انا ما شفتش كده فكيف يمكن التغلب يعني انا الكابتن حشيش والكابتن شريف قالوا لي ما فيش حاجة اسمها بقى استشفى دلوقتي ولا بتاع ده هي بتجبل عند ربنا اه بالزبط اللي بيحسن يعني زي ما حضرتك بتقول كده اه احنا كده كده في مصر الدوري الدوري بقى له فترة خارج حدود المنطق كعدد مباريات والتوقيتات كل تلات يام ماتش ده حاجة صعبة بشكل مستمر زي ما حضرتك كده عامان اتكلمنا اكتر من مرة ان الاهلي لعب الفترة اخيرا فوق المئة مباراة في كل البطولات وصفر هنا وهناك والعيبة دولية يعني هو زي ما سوارش قال في المؤتمر الصحفي الاخيرة هو مضطر يلعب باللي جاهز وباللي يقدر يلعب حتى هو الجملة يعني مش خطيرة لنا كمتلقي اللي هو ايه تحسنك بالوضع الصعب اللي بيعيش النادي الاهلي بيقولك انا حتى لو فيه لعيب ممكن يبقى اقل عرضة للاصابة وجاء ويقدر يلعب هلعبوا يعني ايه واللي يحصل يحصل انه خلاص القايمة فعلا النادي الاهلي تقريبا كل الاجنحة اللي عنده مش موجودة كلها اصابات اللي رجع حتى اللي مفروض يلعب ده لسه رجع من اصابة وخافت خاطر به عندك مشاكل في الدفاع اللعيبة بتتساقط واحد وراء التاني فالموضوع صعب جدا فنتمنى بس يعني ايه يبقى فيه التوفيق لازم لعب النادي الاهلي ان هم يقدروا يسجلوا بدري عشان خاطر هم الضغط بس العصب يتاحهم يقل فما يجروش كتير في المورا ده اللي انا تمنى النادي الاهلي يحاول لعبته بالخبرات ان هم يسجلوا قدر المستطاع هدف مبكر ويهدوا الريتم بالخبرة اللي حضراتك يعني كلاعب عارفة يهدوا الملعة خاصة عشان ما يفضلوش يجروا طول الماتش ماتش الجونال انا كنت حاس ان اللعيبة بتجري كتير هم بيجروا عشان هم عايزين يثبتوا للجمهور ان هم كويسين ووقفينوا كل حاجة فيه كذا خسارة وخسار الكاس فالموضوع صعب حتى رمي ربيعة وهو بعد ما بيجيب الهدف ده هدف اول هو عايز راح يجيب الكرة وبيجري على السنتر كأن الاهلي متأخر او متعاد يعني يخرجوا نفسهم من الضغط وده الجماهير هو حتى لو جماهير زعلانة شوية هم مع لعب تنجي زي ما الجماهير شالتهم كده هم يستحملوا جمهور شوية طبعا وهما واحدة واحدة هتلاقي الجمهور لوحده لوحده هو بيرفع من عليك الضغط جيمي في حاجات عمل التعامل التوري دي نبدأ بالجزء الفني ريكاردا سوارش غير طريقة اللاعب ال 3-4-3 لتقليل مساحات الجارية ترقم واحد لما أنا بشتغل ب 3-4-3 وما بقيتش عمل الهاي بريس للرجل كان بينتوي انه ينفزه مع النادي الاهلي خلال الفترة الاولانية ليه او وقت قدومه ليه توالي القيادة الفنية للنادي الاهلي في اول شهر سبعة ابتل الرجل بالضغط العالي ده كان بيعمل استريتشينج بزود مساحات الجارية على اللاعبين فده كان صعب جدا في ظل المخزون البدني اللي موجود في الفرقة الرجل مع توالي الإصابات مع الإجهاد الحالة العامة لللاعبين خاصة اللاعبين اللي كانوا بيشتركوا في مباريات دولية في منتخباتهم سواء اللاعبين المحليين او اللاعبين الأجانب ابتل الرجل لجأ ليه 3-4-3 لتقليل مساحات الجارية ده حل من ضمن الحلول اللي ابتدى قريدي يعملها ريكاردا سواريش من الشط التاني من مبارات الزمالك ومبارات الجنة واعتقد ان اكمل بيها لان في بعض اللاعبين لما بغير طريقة اللاعب بقلل مساحات الجارية بالنسبة لهم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر علي معلول حمدي فاتحي لما بيرجع في الخط الخلفي ايمن اشرف مما بيلعب ثالث انا هنا بحاول اللاعبة المجهدة واللا مضطرة اعتمد عليها بسبب كثرة عدد الإصابات انا بقللهم مساحات الجارية فبالتالي بقلل تعرضهم للإصابات من خلال المجهود البدني او الاسبرينتات الكتير في مساحات لعب واسعة دي نقطة من ضمن النقطة النقطة التانية اللي ابتدى برضو صوار اشي يعملها لما سحب علم علول في اخر ربع ساعة انه مع حسم اي مباراة في وقت مبكر هتلاقي ان بعض اللاعبين المجهدين خاصة اللاعبة الدولية بيتم سحبهم من الملعب لتقليل الجهد المبزول فالراجل مركز على الجزء البدني يمكن احنا هنا في حلقة سابقة اتكلمنا على المخزون واتكلمنا على المشاكل البدنية وحذرنا من انه ممكن يكون هناك اصابات اجبارية واللي بيحصل دلوقتي هو اصابات اجبارية الراجل لما جاي يدور على الاجناحة اللي موجودة في الفرقه لأ كل اجناحة الفريق مصابة ما عندهش غير احمد عبدالقادر اللي بيعاني هو الاخر من اجهات في الفترة الاخير لما جاي بص على وسط الملعب باتكلم على حمدي فتح المجهد بشدة عمر السلية اللي فضل يلعب لحد ما اصيب في العضلة الخلفية وانتهى موسمه مع النادي الاهلي فبالتالي الراجل في الفترة الحالية بيحاول انه يكون عنده اكبر عدد من اللاعبين القادرين على بذل مجهود حتى لو ما كانش مية في المية ففي ظل هذا الموقف الصعب الراجل غير الطريقة لجأ لبعض الحلول من على البنش ابترى يصعد حتى مجموعة من الشباب يخشوا معاه في الميران خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا علشان وارد انه يعتمد عليهم لقدر الله انه يحصل اصابات في المباراة القادمة من ضمن الايجابيات زي ما قلنا تغيير الطريقة هو ايجابية خلينا نقول ايجابية اخرى للوضع الصعب اللي موجود فيه النادي الاهلي الفوز على الجونة شال جزء ولو يسير من الضغط العصبي والذهني اللي موجود على اللاعبين مباراة المقص اللي هنتكلم عليها تفصليا بعد شوية قادرة هي الاخرى على مواصلة رفع بعض الضغوط عن اللاعبين لان زي ما اتكلمنا في وقت سابق انه كل المباراة القادمة اه هي في مسابقة الدوري العام لكنها مباراة كؤوس لا تحتمل او تتحمل فقدان اي نقاط خلال الفترة القادمة فاعتقد انه في بعض الحلول ونقاط الايجابية تم بالفعل هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل كلامنا الفني عن مباراة الاهلي والمقصة غدا ان شاء الله كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي كل شوية هقول هذا الامر كل التوفيق لنا الاهلي في هذه المباراة بعد الفاصل التحليل الفني لهذه المباراة مصر المقصة بيلعب وهم مش يعني مش عارف اقولها ازاي لكن هو فريق يحيرك فريق بيلعب كرة جيدة جدا ولكن في نفس الوقت نتائج سلبية هنشوف كيف يمكن تحقيق التوازن في هذا الامر بعد هذا الفاصل هنكمل بقى كلامنا من الناحية الفنية اهلا وسهلا بحضراتكم مر اخرى عزائي المشاهدين بعض الامور الفنية الخاصة بمباراة المقصة والاهلي ان شاء الله بكرة جيمي وايمن قلولنا ايه اللي حيحصل في مباراة بكرة ان شاء الله من وجهة نظركه طبعا زي مدهة مهم او من وجهة نظركه دي خلي بالك هناش نقول حاجة خلين نقول إنه الحالة اللي عليها النادي الأهلي هتساعده كتير جدا قبل ما نتكلم على فرقة المقص لكن خلين نقول إن الحالة اللي عليها النادي الأهلي اللي احنا قولنا إنه ضمن الحلول استخدمها ريكاردو صوريش عشان يقلل الحمل البدني على اللعيبة إنه يشتغل بالتلاتة أربعة ثلاتة وده كان حال مهم جدا لتقليل مساحات الجارية وبالتالي تقليل الجهد البدني اللي بيبزلوا اللاعبين وده هيرايح بعض اللاعبين وده ظهر في مباراة الزمال الكشوت التاني ومباراة الجونة زي علي معلول تحديدا أو حمد فاتح لما بيتوجد في الخط الخلف ده بيقلل مساحات الجارة فلما نجي نتكلم على شكل فرقة المقصة الشكل بتاعة 3-4-3 دون أن نخد في التفاصيل بتاعة النادي الأهلي سيساعد النادي الأهلي أنت بتحب التلاتة 4-3 أو بتحبت تلاتة 4-3 خلال الفترة القادمة خلال الفترة الحالية أنا لست من أنصار 3-4-3 على إطلاقها فنيا يعني لكن في الوقت الحالي ما فيش حلول تاني 3-4-3 زي ما قلنا بتقلل الجهد والمساحات الجارية لللعيبة فبالتالي هي مناسبة للحالة البدنية الصعبة جدا اللي عليها فريق النادي الأهلي ومعدل الإصابات المرتفعة بشدة خلالنا نبتري لفرة المقصة بعد ذلك عنده مشكلة في حتة الأطراف تحديدا لأن علي معلول لازم يروح ويرجع محمد هاني سخرباء كم يمكن أقول لك حاجة في الأطراف تحديدا أي باك رايت أو باك ليفت بيجرد متخيل في السبرينت الواحد بيجرب طول الملعب بيرجع رود الدابل لأنه بيرجع ويروح ويرغطي العرض طبعا فهو لو واخد من بعد 18-70 متر لغاية للـ 18 التاني أو 50 متر لغاية للـ 18 التاني ده معنا أنه بيروح 50 متر ويرجع 60 متر سبرينت وبيرجع 60 متر سبرينت جير التغتية العكسية لـ 10 متر لغاية للجو فالباكين دول أكتر ناس بتستهلك طول المباراة خاصة أن دلوقتي النادي الأهلي عنده مشكلة في الأجنحة بتاعته مصاولة أجنحة لجومية علي معلول محتاج 3-4-3 هي خطة مثالية لسكواد النادي الأهلي الحالي وكمان لظروف النادي الأهلي الحالية وللأمانة يعني الموسم الحالي النادي الأهلي أفضل مبارايته إلى حد ما تلعبت بـ 3-4-3 لأن بتدي اللعيبة حرية أكبر خاصة كمان مصر مقصة في مرشاته الأخيرة هو واقف كويس على رجله حركات اللعيبة كويسة الفريق لكن هو عنده مشكلة في النتائج فدلوقتي يبقى مصر مقصة وصل للمرحلة بتاعت أن أنا ما عنديش حاجة أخسر لأنه هو عنده الأهلي دلوقتي وكمان شوية يبقى عنده الزمالك فمطشين هو بالنسبة له هيحاول أنه ممكن يكونوا بالنسبة له تقنجا فبيلعب على كلها حربية نفتكر مباراة قمام الزمالك في كلها الحربية لما خسر واحد صفك وتزد رجل الجزاء زيزو طبعا زيزو بيضايع ده رجل الجزاء بعد ماتش كان السنغال كان حدث فريد يعني في الدوري فالنهاردة في كلها حربية هو ممكن يستغل حاجة زي كان النادي الأهلي دالي يوم ملعبش على الملعب ده خالصة للموسف النادي الأهلي بيلعب كل ثلاثة أيام برضو دلوقتي كل الفرق هتخش نهاية ثلاثة أيام فإن شاء الله نستغل الحتة دي وأن المقصة حالتهم حتى لو هم في الملعب هنشوفوا وقفاتهم يا وقفاتهم جيدة ولكن هم أخطأهم كتير فريق خسر 15 مباراة في الدوري تقريبا حالينا وفي المركز الأخير وبعيد كمان عن المقاولين وإسترن كامبني والفرق اللي في ويفا إلى حد ما يعني لازم النادي الأهلي يستغل حالة أن مصر المقصة خلاص يعني هو أقرب فرقة لحسم الهبوط فإن شاء الله دي تبقى استكمالا زي ما قلنا كده لمباراة الجون خلينا أقول لك أن فرقة مصر المقصة مش بس عشان هم بعيد أنا أخدها من الناحية الإجابية بالنسبة لهم بلعبوا بدون ضغوط اللاعبون بيحاولوا تسويق أنفسهم خلال الموسم القادم مرفوع عنهم كل الضغوط في المقابل فريق بيعاني من كل أنواع الضغوط سواء الضغوط الجمهورية أو الذهنية أو النفسية أو حتى الضغوط البدنية معدلات إصابات مرتفعة جدا فهو أسلاحزوا حدين خلينا نبتلع على طول في الحالات الدفاعية وإيه المشاكل اللي بيعاني منها فريق مصر المقصة وإزاي النادي الأهلي يقدر يستفيد من هذه الأخطاء اللي موجودة فريقة مصر المقصة مع مدربهم اللي تولى حديثا الكابتن عيد مرزيق بيشتغلوا بيه الأربعة تلاتة تلاتة ووقفتهم في الملعب تبدو أنها أربعة تلاتة تلاتة لكن هم بيشتغلوا أكتر بأربعة تلاتة تلاتة وبيميل الملعب شوية نحي أربعة تلاتة تلاتة بس بيأخدها في الشق الدفاعي أكتر بيأخدها في الاتجاه الدفاعي وهو يبدو في الملعب في الوقفة وهو بادئ بداية المباراة أنها أربعة تلاتة تلاتة واحد لكن الجناح الأيمن دايما بينزل يضم تحت علشان خاطر يقفلوا الملعب أربعة تلاتة اتنين واحد بالشكل اللي موجود دلوقتي لأنه هو مش أربعة تلاتة تلاتة إنه في جناحين وفروت لا هم بيلعبوا دايما إنصايد وتجميع اللعب ناحية الشمال لما نيجي لحالات الهجومية نشرح هما بيقفوا إزاي في الحالة الهجومية لكن في الحالة الدفاعية هما بيقفوا أربعة خمسة واحد واضحة جدا ممكن محمود فهمي هو اللعيب الوحيد المهاجم هو كمان مهاجم متحر يعني هو مش مهاجم استاتيك واقف مستني الكرة الجيل ولأ هو بينزل كمان مع المجموعة يعني في أغلب أحيان المباراة هتلاقي العشرة تحت الكرة وبيحاولوا يشتغلوا على الكاونتر على الجبهة الشمال بتاعتهم وده اللي نشوفه في الحالات الهجومية الأوليلة جدا لأن فرقة مسجلة عدد أوليلة جدا من الأهداف فحالاتهم الهجومية كمان أوليلة جدا وما عندهمش باترن هجومي واضح تقدر تربط إنه هي دي الطريقة اللي بيشتغلوا بها شكل هجومي نعم لكن الشكل أو النمط الهجومي اللي بيلعبوا بيه أكتر مهي لناحية الشمال عندهم لعيب صغير ولد لعيب مميز خلال الفترة اللي فاتت موهبة موجودة في رئية مصر مقصة محمد عادل أمه هو أبرز اللعبين اللي موجودين حد الشمال لما نجي نتكلم على الحالات الهجومية فخلينا نبتري بيه الحالات الدفاعية والوقفات لو نمشي دي الوقفة هنا اللعيب الأخير في الكدر اللعيب اللي لحية اليمين آخر لعب من فرقة مصر فرقة مصر مقصة طبعا هي اللي باللون العنابي أو اللون النبيتي وقفين الوقفة الأربعة الطبيعية اللي وقفين بيها بيحاول يرجع الراجل الجناح حسام عبد الواحد يرجع تحت علشان خاطر يقفل اللي عليه الاسكوب ده بيحاول يرجع عشان يرجع تاني خامس في الاسبيسيك كبيرة جدا ورغم كده رجوع متأخر نمشي الكدر اللي بعده هتلاقي انه الراجل دخل وراء الدفاعات اللي هم وقفين أربعة على خط واحد ودي أكبر مشكلة في فرقة مصر المقصة لأنه يمكن عندهم مشاكل دفاعية كتير جدا فبيحاول انه هم لتقليل الفراغات ما بين الرباع بتوع الخط الخلفي الاربعة بيخشوا يشتغلوا انسايد بيسيبوا الأطراف مفتوحة وعشان يسيبوا الأطراف مفتوحة نوقف بس الكدر ده هنا هتلاقي ان الاربعة برضو راجعين في العمق لما تيجي تبص الاختراق حصل منين حصل من على الاسبيس أو المسافة اللي موجودة وراء الناحية الزهير الايمن طب بيجي تبص الناحية التانية بقى الزهير الايصر فيه تغطية مفيش أقرب لاعب لكدر تحت خالص هتلاقيه لاعب نادي المصري لاعب نادي المصري فلما تيجي تبص انهم عندهم مشاكل وراء الزهير الايمن ومشاكل وراء الزهير الايصر والدليل لما تيجي تبص على آخر ثلاث مباريات لعبهم كابتن عيد مرزيق بيعتمد على لعبة وسط ملعب يلعبوا على الأطراف لعبة وسط ملعب يعني الزهير الايمن والايصر يا كابتن استام هم في الأساس مش زهراء تفتكر ده مين الفوتة يعني وانا مش فاهم محاولة انهم يظهروا بأفضل شكل ممكن يظهروا بي على صعيد هذا مش معناه مباراة سهلة بصراحة انا ايمان حتى لما بيقول انهم نستغل هذه الحالة المترجعة وانهم في مؤخرة الجدول قلت له انا اخدها من ناحية التانية فريق بيلعب بلا ضغوط محاولة لتسويق كل لعب يحاول يسوق نفسه بالشكل الامسل فهيطلع كل اللي عنده بلا ضغوط وبيلعب النادي الاهلي فاعتقد انه احنا مطالبين ان احنا نشتغل على نقاط الضعف بغض النظر عن فريق الفريق اللي احنا بنواجهه شكله عامل ازاي او موقفه في جاده للترتيب عامل ازاي لما ماشي ماشي الكادر اللي بعده كمان يا ويل هاتلي الكورة هنا اللعيب اللي عليه السكوب لعيب ندي المصري الكورة بتتحط من بصد الملعب قبل بصد الكادر ده اربع لاعبين مفيش اي رقابة على لعبت المصري في وسط الملعب كان فيه اربع لاعبين فيش اي رقابة لاعلى على حامل الكورة ولاعلى اللعب المتحرك ماشي كمان الاتنين اللايب اللي عليهم السكوب مش ممسكين لما الكورة دي هتتلعب العرض جوال 18 سرعة واندفاع في الريبوزيشن او في الرجوع للتمركز من لعيبة المقاصة الاتنين اللي كانوا رايحين وهو في وسطهم سبقوا للكورة وهو فضل لان عينه مع الكورة هم عنيهم مع اللعيب وهو عينه مع الكورة ماشي الكادر بعد بص هنا كابتن هم عنيهم هنا راحت فضلوا وقفين بصين وهو مش معاهم خلاص يعني هم راحوا معايا يعني هم عليه لكن لما اللعيب بتالى يعمل الكورة سبوه بقت عنهم على الكورة منتظرنا بقيف له واحده كامل الكادر اللي بعده تلعى الراجل فضل ويت شوية تقل على الكورة تلاخد الكورة رغم الاتنين بتاع المقاصة أطول منه لكن هم التمركز كان سيء كورة طبعا هدف سهل جدا النادي الأهلي نفسه استغل الأخطاء دي والتمركزات دي في برات الدور الأول بنفس تقريبا الشكل احنا كنا يعني الحصن حظنا احنا لتقريبا بكنا شرحين برضو طبع فرقة المقاصة في الدور الأول واستغلنا نفس الأخطاء دي والتمركزات دي بس وقتها كان فيه ميزة عند النادي الأهلي ان كان فيه حسين الشحات موجود كان فيه ميكي سوني فايق كان فيه يعني كان فيه اللعيبة نفسها فايق دلوقتي انت هو دور ما اجد يأفشل ان هو ازاي يحط الكرة في اللي وراء مدافعين مصر المقاصة عشان خاطر احنا تقريبا عندنا جناح واحد احمد عبدالقادر وعندنا سترايكر واحد اللي أحسن حسن نكمل تاني نفس الأخطاء لكن المرة دي الصورة مختلفة اللعيب اللي تحت خلص في الكدر مش ممسوك يمكن هو ظاهر جزء منه تحت في السكرين آخر لعيب في الكدر من فريط النصري بص نفسي يا كابتن الكرة اللي فاتت الناحية اليمين وبعد كدر تعمل كروس لجريندو نفس الخطأ الكرة بتتحط بالعمق الملعب دون رقابة ودون ضغط بتتحط اللونج بول على الفلانك ناحية اليمين بيطلع الراجل كمل كدر لبعده اذا قاله اللعيب اللي واقف لوحده ناحية اليمين يرجع يكمله ورح انفراد اللعيب اللي تاني بص جريندو بص جريندو يميرات المصر بص جريندو جاي في وسط كام لعيب احمر ثلاث لعيبة وفيه اللعيب رايح هناك ومع ذلك اللعيب انت لا رحت على الكرة ولا رحت تمسكت اللعيب نفس الاخطاء متكررة من مدافع المقاص حاول عيد مرزق في مباراة الجيش وخليني اقول قبل ما نروح ليه باقي الحالات او ماشي احنا بنتكلم يا واقل قبل ما نروح علشان الوقت العايف في الوقت بيجري في مباراة الجيش وده هنا خليني نقل لك صعوبة المباراة من سهولتها رغم هذه الحالة ورغم الاخطاء اللي احنا بنشرحها ورغم ابتعاد المقاصة وضعف فرصه خلال الفترة الحالية والفترة القادمة في المنافسة على البقاء في الدوري اللي انه قدر انه يصمت امام الجيش اللي مقدم مسيرة هيلة مع الكابتن طريق العشري قدر ان يصمت قدام طلاق على الجيش ولم يستقبل اهداف ومن المباراة القليلة لا يستقبل فيها اهداف فضلوا واقفين بالعب زي ما قلت عشرة تحت الكرة وقدروا ان المباراة يخرجوا منها بنقطة نتيجة تبدو في ظاهرة سلبية لكن بالنسبة للمقاصة نتيجة ايجابية طبعا خش على الحالات الهجومية نخش على الحالات الهجومية الحالات الهجومية يا كابتن اسلام احنا قلنا فرقة المقاصة فرقة جيدة بتلعب كرة جيدة لكن عندهم عقم تهديفي نوعا ما لكن عايزين نشرح هم بيشتغلوا ازاي او النمط الوحيد اللي قدرنا نجيبه ليهم سواء قبل ما يجي كابتن عيد مرزيق او حتى المباراة الاخيرة بيشتغلوا ازاي هما بيركزوا على نحية الشمال بيركزوا على نحية الشمال تيجي تبص hierna يا كابتن قبل ما تماشى زجال بص كام لعيب يا كابتن في الكادر فيه لعيب تحت مشظهر في الكادر لان الكادر اللي بعده اللعيب ده هقولك هيروح فيه اللعيب اللي تحت في الكادر اللي هو الباكليفت اي عندك كام لعيب في الكادر هادي واحد اتنين تلاتة اللعيب الرابع الفيرود هينزل في اللي متعلم عليها باللصر هينزل هيخش اللعيب اللي جاي من وسط الملعب المصر هيخش هنا في ناحية اللي سبيس واللعيب الباكليفت ده هو اللي يتلعي من الكروس ماشي هادي هو الباكليفت ظهر ابترى يظهر التجميع الكام لعيب بقى ماين لحية الشمال واحد اتنين الفيرود ده هيخش يقطع هنا فهم بيشتغلوا على حاجتين تجميع اللعب من الناحية اليسرى عشان يختارقوا بيها في هدف تاني ما يخش الحالة اللي بعدها من الناحية اليسرى اما انه يختارق من الناحية اليسرى او انه يعمل الارلي كروس العرضية اللي من وسط الملعب على راس الحربة اللي موجود لما يكون عايز يسجل او متأخر في النتيجة وعايز يسجل بيبتري يشتغل بالطريقة دي الارلي كروس يبتري من ناحية الشمال بجمع علشان اختارق من الناحية اليسرى أستطيع أن أخترق ، أن يكمل وأن يقوم بتجديا على دهان الكروس. إذا أستطيع أن أخترق مثل الهدف الذي تم تسجيله هذا علىقل ، أن نضع الكروس من العمر. ونحن أقول لكابتن، هم يعمل من ناحية واحدة. أنا ناحية الياسة ، ناقبل أن ناحية اليسر العمر. هذا هو الهجمة مرتدة. ستجد أن تحرك كلها كله بتحرك ناحية الشمائة. كم من الفريم اللي بعده. وهنا أهميت بقى. ده الترحيل والتخطيئ ده اللي أنا بيعزي إحنا جاين نحذر منه. بالضبط هذه الجملة لك. وتأخذ هذه الفكرة التحذير. لأن النادي الأهلي هو كل اعتماد دلوقتي. إنه أكثر عدد من اللعيبة تتحرك ناحية الهجوم. وبالتالي حتى لما لعب ثلاثة فهو فيه. هيبقى فيه لازم ضغط معين على الثلاثة اللي هيلعبه أعين كان مين هما الأسامي. فهنا النهاردة عشان خاطر علي معلول يبقى برحته وكريم فؤاد أو محمد هاني اللي هيبدأ فيه يبقى برحته ويبقاش فيه مشاكل في الحتة دي خصوان في المرتد ده. هيبقى فيه يعني دور مزدوج للتلاتة الموجودين وتحديدا الناس اللي بتمين ناحية تليمين لو أعتقد هيبقى ياسر أو رامي لأن هما دول المتحين حاليا خصوان أنا على ما أتذكر في مبارات الزمالك. وهما خسرانين برضو واحد وفرق فريق نادي الزمالك فريقي هم عملوا تقريبا كم هجمة بنفس الطريقة دي وكان فيه واحدة منهم كان ممكن يسجلوا منها هذا في التعادل اللي هو أن الكرة مرت بجوار العرضة فهو ده اللي احنا عايزين نحذر منه. يعني يبقى خلينا نساما رايز كده القصة في تحذير بنقدمه لخط الدفاع النادي الأهلي خاصة الجبهة اليمنى والتغطية العكسية كمان من الجبهة اليسرى. يبقى بنتكلم على الخماسي بتوى الخط الخلفي لحين العودة بتاعة الاثنين وينج باكس أو الظهير الجناح اللي هو سواء علي معلول أو كريم فؤاد في الجبهة اليمنى واليسرى. وانه الثلاثي اللي موجودين في الوسط رامي ربيعة تحديدا وده تحذير مهم يبقى دايما محافظ انه مرحل شوية نحي تليمين وده اللي عملوا بالمناسبة في مباراة الجونة انه كم يعمل زيادة نحي تليمين فيحاول يشتغل نحي تليمين رامي ربيعة طول الوقت في الحالة الدفاعية انه يبقى ألرتد أو صاحي انه فرقة المقاصة بتلعب على لعبة واحدة الكاونترز على الناحية الشمال. فمهم جدا انه يبقى فيه ترحيل الملعب مائل شوية في الحالة الدفاعية نحي تليمين بتاعت النادي الاهلي وفي نفس الوقت التقطيع العكسية عشان لو الكرة عدت وراح اللاعب الجناح وفي الغالبه بيقى محمل عدل امه لو بتالي يحط الكروس بتالي يحط الكرة العرضية يبقى فيه تقطيع عكسية من الناحة التانية سواء من علي معلول او احد قلوب الدفاع. يا رب كل التوفيق لنادي الاهلي في مباراته غدا ان شاء الله امام مصر المقاصة بشكرا جدا يا جيمي على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا امن على وجودكم معنا النهاردة خلينا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله يوم الحد حلقة جديدة من البيت الكبير وكل التوفيق لنادي الاهلي في مباراته غدا امام مصر المقاصة.